السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا كلارا. عليكم السلام يا ليكا. عليكم السلام وبركاته. مالك حزم. ازاي مالك حزم موجود? موضة مالك لحظيك قلت انا هخرج. وانا قلت للمس تشيلك من الجروب معرفش بقى ايه اللي حصلت. تكلمتها تاني ولا ايه? معاش بعد اذنك عرفيني الله يا كريم اشان دي الحصة التالتة في الشهر الجديد. فانا انتكلمت المس وقلت لها هخرج من الجروب. فمعرفش بقى تواصلت معها تاني ودخلت تاني ولا ايه بالزبط? عليكم السلام عمار. عليكم السلام ادم ابراهيم. عليكم السلام عمر الشريف. عليكم السلام حمزة. لا ايه? مش فهم لا لا هتخرجي ولا ايه مش خارجة? يا بلغتني بتاعي اللي حصة اللي فاتت قلت لك. ايه بقى مصر هنكمل ان شاء الله. وتم التجديد. ما عنديش والله اخبار امتى الكلام ده? التجديد? طب معاش التجديد ده حصل النهاردة ولا حصل قبل كده? يعني التجديد ده حصل النهاردة اكيد وانا في الحصة اللي قابلكم او اللي قابلكم ولا من فترة? امار احمد? نجد يا مصر ابنا يبركلك انا وزياد بيقرأ فرحانة به جدا انا ما كنتش توقع انه ما شاء الله يقرأ انجلش اصد به. ما شاء الله يا زياد. تمام يا دكتورة يبقى يمكنكم هون بعثوا وانا في الحصة وانا عمل وضع تيران فمجيش رسائلة لحاجة. تمام. خلاص بعد الحصة هشوف ان شاء الله. مامة زياد. ما شاء الله زياد يعني اه واجه بتاعه ممتاز جدا جدا جدا. اه اه انا بداش نزله على الجروب عشان طلبت مني ماريو املي كده بنزل على الجروب. حاجة تانية. زياد بالنسبة لي يعني خلاص مستوى انا متوقع منه كده. ما شاء الله كويس جدا جدا جدا. عايز كمان اشكر اسيل. عمر مهدي. اه عمر مهدي ايه? عمر اللي هو اللي هو اكاوت مامة عمر. مامة عمر. تمام? ما عرفش هو اسمه عمر ايه بالزبط. وعمر شريف. ويه اه 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 مين تاني? عمر. تمام? مش عايز انتسى حدش ما حدش. جودي. تمام? الناس اللي بعت الواجب كلها. ياسين. ياسين. تمام? انا بعتزر طبعا على الواجب. بعتزر على الواجب. انا مسححتوش مبارح بالليل. صححتو الصبح. عشانا عند ظروف مبارح. يمكن حتى انتم تبعتو كنت شايفين الوضع. الوضع. عمر حمدي هو عمر ده. ما شاء الله ربنا يبارك. ربنا يبارك. ربنا يبارك. من افضل الناس. ما شاء الله عمر في جروب. ما شاء الله. ما شاء الله. عمر حمدي. ما شاء الله ما شاء الله. عمر شريف ما شاء الله. زياد. سأسيل. عمار. آآ جودي. انا بقول كده ليه جماعة عشان السكون والله مسهل. والله العظيم السكون مسهل. وعشان الطفل يقرأ كلمة مركبة سكون مع بعض. مش سهل. انا عارف. انا بدي جريد وان وجريد تو وجريد ثري. وعارف اللي بيجي ليه على الخاص. وعارف اطفال بيقرأوا ازاي. تمام? تمام? فانا عارف ان هم جهود كبير جدا جدا منهم. ومشاء الله كويسين جدا جدا. ما ليه كم برح بقعت فيديو ممتاز جدا جدا جدا. يا صهايب. ابعت يا مستر زي زملاتك عشان اشوف مستويك. ابعت زي زمايلك. محمد ابو الخير انا مش عادة نسى حد. محمد ابو الخير وواجب بتاعه ممتاز جدا. كمان. آآ 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 الواجبات ممتازة جدا جدا يا جماعة. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. كويس جدا. ومستوى فرحني جدا جدا جدا. انا بقعت الواجب احضتك لسه رشيتوش. قدم فرحان مرة دي اوه هو بسجل. بقعت الواجب امتى بقى? ما هو? حاضر هشوف هادا الحصة. دي واحدة لما هو واحد. دي واحدة لست. دي واحدة لزيزة. دي واحدة لزيزة. هادا الحصة مرصة. دي واحدة لزيزة. دي واحدة لزيزة. دي واحدة لمتازلات التعied توسكي them. دي واحدة لزيزة. ما هو واحدة لالك. اللي حاولوا على خواتي اللي يا حاضر الحمد لله. فعلا مسر السكون مش سهل ولبزات لما خدنا كلاميات اخر حصة الفيديو اللي فيبعتناه. بعد ما عنا عوزين بعد اذن الجمل كتير تدريب زي جمل اخران. حاضر اما انا عارف والله الجمل انا عارف الكلمات لوحدها. الكلمات لوحدها مشكفية. لازم جمل. لازم جمل عشان الطفل ليه? هو بيقرأ كلمات بصعوبة. لما تديره جمل تمام? هو الكلمات بالنسبة له تبقى لعب عيال. حاجة فاضية خالص. فدايما باضغطوا عشان المرحلة المقطع لوحده عديناها. مرحلة الكلمة عديناها. مرحلة الكلمتين عديها. عشان ايه? عشان اللي فات قبل كده يحس ان هو حاجة سهلة جدا جدا. دايما اضغط عليه. دايما اضغط عليه. تمام? هقول تاني. في قراءة بطيئة مش مشكلة عندي. هقول تاني القراءة البطيئة والله ما مشكلة. المشكلة كلها ان انا انطق غلط. الطفل يقول حرف مش موجود قدامه. هي دي مشكلة عندي. وما ساعدوش. لو عندي مشكلة ان ابني بقول حرف مش موجود قدامي ما ساعدوش على ده. تمام? دي المشكلة عندي. اما الطفل يقرأ يقرأ بطء. ده مش عيب. ده مش عيب في السن ده. تمام? قلنا بتيجي ازاي? بتيجي من كتر كراءة مكتر كراءة مكتر كراءة مكتر كراءة دايما ممارسة ممارسة فالطفل بيتعود بيشوف كلمات بعينه كتير بمفردات فبيقولها بسرعة تمام فالقراءة البطيئة مش عيب الكراءة العيب ان انا اقرأ كلمة غلط مش موجودة قدامش اشكرا احنا. اشرب بقى. ممكن نهاردة الماس يا مستر بعد اذنة طبعا. الماس حشرحية. اقول لكم حاجة جماعة. الماس احنا اخدنا الجامع. واخدنا الطرح. واخدنا التصعدي. واخدنا التنازلي. تمام? واخدنا الاحاد. واخدنا العشرات. صح? دلوقتي الاطفال لو الطفل لو ابنك عارف دول كله كده. ياخد منهج جريد وان الترمي التاني مرتاح. تمام? هقول تاني. ومنهج جريد وان الترمي التاني في ايه? في احد وعشرات. في التصعدي وفي التنازلي وفي اكبر ممن واصغر ممن. تمام? المقارنة بين رقمين. فانا قدتهم حاجات مش 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 قليلة. دايما تأسيس الماس والحساب اقصر بكتير جدا من تأسيس العربي والفونيكس. هقول تاني. انا مش مش مبطل ماس عشان انا انا بريح دماغ لا. احنا اخدنا الجمع رقم برقم. واخدنا جمع رقمين برقمين رأسي. وجمع رقم برقم افقي. ورقمين برقمين افقي. واخدنا الطرح رقم برقم ورقمين برقمين افقي ورأسي. تصاعدي. واخدنا تنازلي. واخدنا الرقم التالي والرقم السابق. واخدنا الوانس والتنز ده منهج جريد وان الترم التاني تمام ده منهج جريد وان الترم الايه الترم التاني انا عارف ان هو مجرد رأيي انا عارف ان هو مجرد رأيي بس بقول لكم انا ليه مأجز من الماس هقول تاني الفونيكس والعربي مشوارهم طويل قوي الماس احنا وصلنا فيه لمرحلة ان الطفل دلوقتي مش هياخد منهج جريد وان لأ مش الترم الاول لأ الترم التاني وبالعكس هيكون تلت تربع المنهج عارفه اللهم الا الاشكال سنائية الابعاد والاشكال سلاثية الابعاد بس دي اللي هتكون جديدة عليها يعني ممكن كمان يكون مخلص كتير جدا من الترم التاني بتاع الجريد وان تمام انا مش مكسر ولا حاجة برضو اكيد كل واحد في دماغه ميسطل ليه مدلاش ماس من زمان هو الالماس خلصنا تسعين في المية خمس سعين في المية من تأسيس الماس تمام وانا هناك غلطتي في الجروب ده ان انا مشتغلت الماس زي زي العرب وحساب يعني حصة وحصة الجروب اللي قابلكم بعدكم دلوقتي شغال تلات اربع حصص عرب وماس وحساب وحصة واحدة ماس عشان برضو ما يحسوش بالفرق اللي انتو حاصين بديلوقتي نشتغل ايه بقى انا كنت ناوي اشتغل اللونجي ايه النهاردة كنت ناوي اشتغل السكون ها فانتو عايزين ايه وانا تحت امركم انتم عايزين ايه طبعا كان لازم اقولها على موضوع الماس ده عشان مش تقولش يا مستر بس ايه مريح دماغه نشتغل ايه يا جماعة في اتناشر واحد بيشوفوا الحصة منهم واحد علق قال ناخد ماس الفكرة بس يا مستر ان ركنناها عشان مش بناخدها لا انا قلت يا جماعة هو احنا بناخد اتنين وخميس لازم في النص اتنين مثلا اتنين اربع اتنين تلات خميس اتنين حص المستر وخميس حص المستر واللي في النص دي حصة من عندي انا لماس وما تعملش حاجة غير انك تجمع وتطرح وتصعود وتنازلي بس تمام تمام ما ناخدش حاجة غير اللي حنحل بس تمارين ما تشرحش حاجة جديدة تمام عايزين ماس حاضر هنراجع على الماس اللي احنا اخدناه هنراجع على الماس اللي احنا اخدناه طيب في سؤال بيجي لي يقول لي ابدأ بيه ابدأ بيه او بقول لي ادنك ذن بوت ادنك ذن بوت طيب همناها هنراجع الضوات اللي احنا اخدناه هنحط ومنها هنراجع الجامعة انا هراجع له الجامعة والاتنين مع بعض طيب مام يعني بيقول لي مسلا تمام هنا انا هراجع الجامعة وهراجع اصغر من واكبر من او ليه زين امور زين طيب اول حاجة اللي اكون عندي مسألة زي دي بعمل ايه انا بجمع الطرف ده وبعدين بجمع الطرف ده وبعدين بعمل ممكن بس نبدأ بالانجلش عشان الادم مش بيفصل في الماس مش بياخد ماس لا احنا هناخد نشرح الحصة ماس واشرح حساب لا انجلش لقى خلاص النهارة ده كده اجازة الانجلش والعربي يتخدوا مع بعض الانجلش والعربي بيتخدوا مع بعض تمام عشان اشرح انجلش واشرح ماس واشرح حساب يبقى انا كده دماغي هطلع من الحصة عاملة كده نكمل يا جماعة طبعا سهلة جدا يبقى لازم فوق اكتب سيفن كده خلاص انا كده خلصت المسألة هبدأ اقارن بقى اي واحد الكبير هنا سيفن وهنا سيفن يبقى حط ايه؟ هحط مسألة كمان سيفن بلاس فايف او ثري بلاس وان سيفن اون مي ميند وفايف اون مي هاند افتر افتر سيفن ايت ناين تن اليفن تولف يبقى هكتب هنا تولف ولازم ياخد داري منها دايرة ثري بلاس وان ثري اون مي ميند وون اون مي هاند افتر ثري فور تمام؟ ده كده احنا جمعنا ركم بركم تمام؟ وجمعنا الليه زي ومرزي طيب هنا عندي تولف وهنا عندي فور اي واحد فيهم الكبير طبعا ده تمام؟ تبقى اراها ازاي دي بقى؟ هقول تولف از مور زان فور تولف از مور دان فور تمام؟ مسألة كمام فور بلاس تو وهنا فايف بلاس فور هعمل ايه؟ فور اون مي ميند وتو اون مي هاند افتر فور فايف سيكس يبقى هكتب هنا سيكس وهنا فايف بلاس فور فايف اون مي هاند اون مي ميند وفور اون مي هاند افتر فايف سيكس سيفن ايت ناين تمام؟ يبقى هكتب هنا ناين يبقى هكارن بين الرقم ده والرقم ده ماليش على رقب ده خالص بقى انا كده سهلت لايه الموضوع علي سهلت الموضوع علي ما نفعش اقول على طول كده اخبطها اقول اكبر او اصغر بدون ما احل الطرفين دايما اي معادلة فيها طرفين لازم اخلص الطرف ده واخلص الطرف ده واللي في النص بعد كده اعمل مقارنة بينهم هنا ناين وهنا سيكس يبقى ناين اكبر هقراها ازاي هقول سيكس از لس زين ناين يعني الستة اصغر من التسعة دايما بقرأ منين دايما بقرأ من فين من هنا سيكس از لس زين ناين تولف از مور زين سيفن از اكوال سيفن تمام مستر محمد ده سمحت في سؤال حددك اعطيته لنا مرة اكمل بنفس النمط السلسل لكن زياد مش بيعرفه ده كان سؤال في جريد وان والله العظيم وولت لكم شلوه من وسط الاسئلة النمط مش عليهم دلوقتي خالص عايزين اقديه اقدي لهم فيش مشكلة عادي بس هو 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 في جريد وان وجريد تو النفس النمط ده يعني التسلسل تمام النمط ما هو الا تكرار لمجموعة من الاشكال او الرموز او الاركام انا بشوف النمط ازاي انا باعرف ازاي هو شغال ازاي وانا كمل وراه وليكن ده انا بقول المسال ده لاطفالي معايا تمام حنقول مثلا احنا بنروح المدرسة وفي انتظام زي الاول خالص زي زمان ما فيش كورونا ولا حاجة بنقول حنوقف واحد من جريد وان خلينا نتكلم بالعربي واحد من اولى وراه واحد من تلتة واحد من اولى وراه واحد من تلتة واحد من اولى وراه واحد من تلتة يعني واقفين طبول كده اولى تلتة اولى تلتة ده اسم ايه اللي انا ماشي به اسمه نمط اسمه نمط لو انا جيت لاي حد في المدرسة وولتوله تعالى كمل مكاني اصطنا رايح المدير كمل مكاني انا المستر كان بوقف واحد من اولى وواحد من تلتة واحد من اولى وواحد من تلتة واحد من اولى وواحد من تلتة وجبت طفل وولتوله كمل ورايا وانا مشيت هيعمل ايه هيجيب واحد من اولى يحطه ورا واحد من تلتة واحد من اولى وورا واحد من تلتة هو عارفي كمل ازاي شاف النمط اللي انا ماشي بيه شايف النمط ايه النمط اللي انا باشي بيه? ان انا واحد وتلاتة. اولى وتلتة. هو ده النمط. تمام? ده اولى وتلتة. حاضر. حاول اه اشتغله معكم ان شاء الله حاضر. حاضر. طيب ده اول سؤال. من هنا رجعنا فيه على الليس زين والمرزين والاقوال ورجعنا منه على جمع ركم بركم. هناخد بقى جمع رقمين برقمين. هناخد جمع رقمين برقمين. او تلاتة بتلاتة. انا عايز اجمع ده. احنا طبعا المستر قلنا قبل كده ان كل واحد معلي تحته او كل رقم معلي تحته. ما تخضش بقى من منظر. رقم اتنين تلاتة اربعة عشرة خليه جيب لي زي ما هو يجيب لي. انا بابسك قلم الرصاص وبعمل كل اتنين في شانك الواحد ها? كل اتنين تحت بعض. لكن انا بس الصعب عندي ان انا ايه? لازم ااخد بالي. لازم ابدأ من الجانب اليمين. لازم ابدأ من الجانب الايه? الجانب اليمين. تاني. ما تبدأ ليش من هنا. مع ان النتيجة هتبقى صح هنا او هنا. لكن عشان قدام ان شاء الله في الكاري اوب. تمام? ناخد كاري اوب بعد كده يا جماعة? عندكم مشكلة? ولا هتبقى صعب عليهم? يعني اللي هو الكاري اوب. ده ما دخلت نقطة. تقول ليه? تقولني او فيش حس اوليك يا ملاغيش مستش. لا هي ممت مالك موجودة معنا في الجروب. انا استغربت ان هي في الجروب. ايوة. انت قابلت الظلب طالب انتمام? مش هعرف. هي في الحس بس انا ما عرفش ازاي. هي في الحس بس ما عرفش ازاي. خلاص بيه معنا في الجروب في الحس اتبقى. انا ما عرفش هي ازاي معنا في الحس اشان انا بستغرب. تمام? هبدأ من جانب اليمين. تمام? خلاص بعد رمضان. تمام? صح كده بعد رمضان. طيب. انا هتكاري اوب. يعني سيفن بلاس فايف تو وان بعدين ان شاء الله. فايف بلاس تو. فايف وان ماي هام. افتر فايف سيكس سيفر. طبعا تطلع عينكم وعايزين تاخدوا اجازة والله انا زيكم. ان شاء الله رايح. هنرتاح من بعد رمضان كامل. وكمان السبع ايام بتقلعي سبول عيد ان شاء الله. طيب الرقم التاني. وثري اون ماي هاند. افتر فايف سيكس سيفن. ان شاء الله بازن اللي جاء بعد رمضان. الرقم التاني ثري بلاس تو. ثري اون ماي ميند. وتو اون ماي هاند. افتر ثري فور فايف. كده انا جمعت ايه? جمعت تلت ارقام. سواء رقم او اتنين او تلاتة هو ما عندوش مشكلة خلاص. هو هيبدأ من هنا. من اليمين والله لو قدامه حتى عشر ارقام. بعمل كل واحد مع اللي ايه? مع اللي تحتي. بعمل كل واحد مع اللي تحته. تمام? ده النوع التاني من الجامع. بعد ما خلصنا كده رحنا على مين? رحنا على الرقمين. افقي. اللي هو ففتي سيكس بلاس ثيرتي. سيرتي ثيرتي تو. تمام? وقلنا قبل كده ما كناش بنقول وانس مع الوانس والتنس مع بتنس. ما كانوش اخدوا الوانس والتنس. كنا بقول اول مع الاول والتاني مع التاني. لأ. احنا خلاص. هنقول وانس. وز وانس. وطبعا هو عارف وانس يعني ايه? يعني الاحد مع الاحد والعشرات مع العشرات. سيكس بلاس تو. سيكس سيكس سيفن ايت. وهكتب فين يا مسلر ايوة بسيب مسافة هنا وبكتب الايت فين هنا كده. تمام? بعد كده تنز بلاس تنز. اه اه افتر فايف سيكس سيفن ايت. يبقى النتيجة بتاعتي ايتي ايت. ايتي ايت. ده النوع التاني يبقى. احنا ماشيون بالترتيب. لس زان ومرزان. بعدين جامع ركم بركم. جامع ركمين بركمين او تلاتة. وبعدين جامع ركمين بركمين اه افكي. بعد كده خلنا على مين? دخلنا على الطرح. الطرح كان بالطريقة دي. فايف ماينوس وان. كنا بنعمل ايه? قلنا. بعد من الركم الصغير للركم الكبير. لازم اقفل ايدي. مفيش حاجة اسمها اهي. خدنا منها يفضل كام? لا ده. ماينفعش معانا. ولا ينفع مع المنهي الجديد. ولا ينفع مع الارقام الكبيرة. تمام? يبقى بعمل ايه? كل اللي علي وانا بعد عيني على الركم الكبير. عشان اول ما وصله هروح واقف عنده ما عدهوش. افتر وان تو ثري فور فايف. كام على ايدي? ما بقولش اكتب اللي انت قلت ببقك. اكتب اللي طلع على ايدك. تاني بعد من الصغير لما هو صغير كبير واللي يطلع على ايدي يكتب في الكراسة. مش اللي اقوله ببقى. ما تقولش افتر وان تو ثري فور فايف. يبقى تكتب ايه? فايف. لا تكتب فور. تكتب ايه? فور. واخدنا ركمين بركمين. ركمين بركمين. زي سيفنتي سيكس مينس فورتي وان. نفس الحكاية ستارت فروم ذا رايت سايد. ببدأ من الجانب اليمين. لكن قلمك الرصص معك تعمل كل واحد معل تحته لو لسه بتطلخبط. لو كبيرت خلاص عادي جدا جدا. هتقول سكس مينس وان. سكس مينس وان. افتر وان تو ثري فور فايف سكس. عيني على الرقم اللي ايه? اللي على الصبورة. سكس طلع على اليد كام? سيفن مينس فور. افتر فور فايف سكس سيفن ايت نين. انا رحت فين كده? رحت الناين. اللي على الصبورة سيفن. يبقى انا حلي غلط. لازم عيني على الرقم الكبير وانا بعد. عشان اول ما اقوله ببقي هروح واقف. اول ما اقوله ببقي بروح واقف. افتر فور فايف سكس سيفن. كام على ايدي? انا وصلت السيفن يبقى اعدل على ايدي كام ثري. يبقى الناتج بتاعي. ثيرتي فايف. ثيرتي ان تنز اكوال ثيرتي. واحد بينزل زي ما هو. والعشرات بحطه ادامه ايه? صفر. ثيرتي فايف. ثيرتي فايف. الفايف بتاعتها اكوال فايف. والثري اكوال ثيرتي. ورجعنا بعد كده اخدنا ركمين بركمين. ركمين بركمين. افقي. يعني مسلا. ففتي فور ماينس تويني ثري. طبعا هنقول ايه? الوانس مع الوانس. والتنز مع التنز. فور ماينس ثري. تضع على ايدي كام? وان. فور ماينس تو. افتر تو. ثري. فور. فايف. كام على ايدي? ثري. الناتج بتاعي ثيرتي وان. الوان في الوان اكوال وان. والثري في التنز اكوال ثيرتي. يبقى ثيرتي وان. ثيرتي وان. طيب. ما اخدناش حاجة او نسيتها اقولها او انا توقعتها ان هي سهلة. ازاي اطرح ركم مع ركم نفس نفس الناتج. يعني وعندي فايف ماينس فايف. انا عايز اطرح دي اطرحها ازاي? تمام? انا بقول لك ايه? بقول لك عدم الصغير لما توصل كبير. هتقفل ايدك. افتر فايف. انا بقول ايه? بعدي من ده لما اوصل ده. سيبك ان هم زي بعض. انت قاعد كده. افتر فايف. وصلت الركب. الركم التاني خلاص. بيبقى معنى كده ايه? معنى ان الركم لما اطرحه من نفسه ايه? زيرو. بيساوي صفر. اي ركم باطرحه من نفسه ايه? زيرو. تمام? يعني سيكس ماينس سيكس ايكول زيرو. فايف ماينس فايف ايكول زيرو. ثري ماينس ثري ايكول زيرو. فور ماينس فور ايكول زيرو. دايما الرقم لما اطرحوا من نفسه عارف عامزة ايه انا انت معاك خمسة جنيه فقلت لك اخد اخر تعالي قلت لك يا كلارا ما عارفش انت عادة فين معا كلارا خمسة ريال تمام فقلت يا كلارا هاتي الخمسة الريال اللي معاكي فديدتهم لي كلارا فضل معاها ايه هي معاها خمسة وانا خدت الخمسة منهم يبقى ما معاش ايه ما معاش حاجة زيرو تمام يبقى اي رقم بطرحوا من نفسه بيديني ايه بيديني زيرو تمام واخدنا بعد كده وان مور وان لس يعني ايه وان مور وان لس يعني ازود بواحد وبقل بواحد لها اكتر مسلمة ازود بواحد واقل بايه بواحد اكتر بواحد واقل بايه بواحد يعني ايه يعني اللي هي الرقم السابق والرقم الايه الرقم التالي والرقم السابق الرقم التالي يعني الرقم اللي بعد والرقم السابق يعني الرقم اللي قبل يعني مثلا هنقول أنا عايز مرة أزود علي واحد وعايز مرة أنا كده همشي إيه وكده هنقص منه واحد يعني يعني ونقص بواحد او اكبر بواحد او اقل بواحد او الرقم التالي والرقم السابق كلها نفس المسميات طيب دي سهلة جدا سهلة طيب ايه اللي قبل اكيد هيكون ايه تمام يبقى اكبر بواحد وقل بواحد ماشا يا كلارة شكرا يا مستر طيب كمان سؤال سيفن عايز هنا بلاس ون وهنا ماينوس ون ازود بواحد وقل بواحد اكبر الرقم الاكبر والرقم الاصغر الرقم التالي السابق والرقم التالي هي كلها نفس المسميات طيب انا بزود واحد افتر سيفن ايه اللي بعد السيفن هتقول لي ايت تمام سهلة جدا وايه اللي قبل السيفن قبلها بواحد هتقول لي سيكس طيب دي سهلة جدا 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 الصعوبة فين هنا الصعوبة عندي لو عندي رقم زي ده عايز اقول وعايز هنا هقول ازود بواحد وقل بواحد انت هو بقول لك ايه بلاس ون وماينوس ون 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 يبقى هتروح للونس ون ون هتروح للونس تعاملك كله مع مين مع الونس ما تروحش للتنس خالص تعاملك كله مع الونس يعني ايه يعني انت هتلعب في ده وملكش علاقة في ده بمعنى افتر ثري ايه افتر ثري انا كده حولتها من مسألة كبيرة ليه زي اللي فاتت بالضبط افتر ثري حتقل لي فور تمام وتو ماليش عراقة بيها المستر قال لي قال لي طالما قال لي وانس تبقى هروح للونس طيب بفور ثري قبل الثلاثة كام هتقل لي تو وتو تنزل زي ما هي ما ليش علاقة بيها تعاملك كله مع مين تعاملك كله مع الونس يبقى بلاس ون مينوس ون او الركم التالي او الرقم السابق ما تروحش مين ما تروحش للونس للتنس روح للوانس بس. هتزود الوانس بس. تنزل زي ما هي ماليش علاقة بيها. تنزل زي ما هي ماليش علاقة بيها. لو حلها من خلال عد افضل يا مستر ولا يعمل بلاس وان. ما هو لا انا انا عام بلاس وان اه لا هو ايجيبها زي ما يجيبها. تمام? ايجيبها زي ما يجيبها. لكن انا عامل لان ده شكل السؤال. ده شكل السؤال. عندهم سؤال بنفس الحكاية كده. بلاس وان وماينس وان. انا السؤال ده اكتب الرقم التالي. او اكتب الرقم السابق. او اكتب الرقم اقل بواحد. او ازود بواحد. ايا كان. هو يحلها. عايز يعد ما مفضلش العد. مفضلش العد ليه? يبقى الطفلي مش عنده سرعة بديهة. الطفلي مش هيلجأ كل مرة ان هو يعد. تمام? يبقى اقول يبقى لا. طب افرد انا بتكلم في الرقم كبير. لا انا عادي اشغل ده شوية. عايزين نجيبها من ان احنا كنا عارفين عندنا ثقة. قبل غير ان ما انا عد. تمام? هو كده كده بقى قبل ما بحبش الطريقة دي. ليه? بتحسس ان هو مش مش عادة اقول مش فاهم لا هو كده بيعد. لا انا عايز ده اشتغل شوية. انا عايز ده اشغل ده ايه شوية خصوصا المنهة الجديد. عايز كل حاجة عنده تشتغل بالطريقة دي. خلصنا الموضوع ده الرقم التالي والرقم السابق اللي هو يا جماعة ممكن اعمله كده. ممكن اقول له اللي بعدها او اللي قبلها. انا عملتها في مسألة واحدة عشان الوقت بس. وقت الايه? وقت الشرح. تمام? خلاص? اخر حاجة معنا التصاعدي والتنازلي. تمام? او او اوردر اسندينج. رتب تصاعديا. تمام? وجايب لي هنا مسلا طبعا احنا اخدنا الاركام كلها. هنبدأ الاول بالاركام الصغيرة سيفن. وجايب لي وان. وجايب لي ثري. وجايب لي تن. وجايب لي اليفن. وجايب لي سيكس. او اوردر ان اسندينج. رتب ترتيبا تصاعدي. احنا قلنا ايه? تصاعدي يعني بطلع السلم. ببدأ من الصغير الكبير. from the smallest number to the biggest number. يبقى اول حاجة بادور عليها هنا اصغر رقم. ليه? عشان هو قال لي تصاعدي. لما تيه تطلع السلم بتحط رجلك على اول سلمة? ولا على السلمة العشرة? ولا على السلمة الخامسة? لا انا بحط رجلي على الاولى. وبعدين التانية. وبعدين التالتة. وبعدين الربع عشان اطلع. لكن ما ينفعش اجي من الاولى اروح حاطة ايدي على ايه رجلي على ايه على الخامسة. لا طبعا. ما ينفعش. طيب. فين ازر رقم هنا? ال one. يبقى هبدأ بي الاول. one. لكن اشطب علي عشان ما بصولوش تاني عيني ما تروحلوش. ويرهق عيني وانا بكارن. بعدي. فيه? هنا? لا. افتر تو ثري. في ثري او. هاشطبع ثري. وبكتب الثري هنا. ها? فور مش موجود فايف سيكس. النمبر اللي بعدها سيكس. هكتب هنا سيكس. بعدين سيفن. بعدين هعلم عليها. بعدين الناين. ها? اخر رقم عندي الايه? تمام? ممكن ابدأها لو ابني مش عارف ابدأها بالعد. يعني ايه بالعد? ممكن اقول زيرو. بعد ال one في تو? لا. افتر تو ثري. في ثري. افتر فور. في فور. لا. عدي. سيكس. في سيكس. حط السيكس. ده لو هو لسه في الاول مش عارف. لكن لو عارف خليه بسرعة البديهة افضل. في سيفن اه. افتر سيفن ايت. في ايت لا. افتر ايت طب انا عايز اجيبها تنازلي. يعني ايه تنازلي? من الصغية اه من الكبير للصغير. من الكبير للصغية. عايزني اعكس. هجيب الرقم الكبير الاول. تمام? طيب. هنا هقول له فين هو اكبر واحد يا ماما? وخليه قل له بص كويس. بعينك على ارقام كلها. هو هيقول لي يا ماما الاليفن اكبر حاجة. قل له برافو عليك. ابدأ بيها الاول. تمام? بعدين ايه الاكبر بعد كده? سيفن ولا الوان ولا ثري ولا نين ولا السيكس لا هو هيقول لي الم اكبر واحد فيهم. برافو عليك. اشطب عليه? وانزل بيه. فضل عندي السيفن وفضل عند الوان للثري والسيكس. هو هيقول لي السيفن اكبر واحد يا ماما. فضل لو عندي. من الكبير هيقول لسيكس. تمام? لازم اعلم عليه. عشان ما اخدوش تاني. فضل عندي هو هيقول لي ايه? وبعدين اخر حاجة عندي ايه? يبقى ده ترتيب التصعودي والتنازولي. ده ترتيب التصعودي والايه? او التصعودي والتنازولي. من الصغير الكبير. من الكبير للصغير. طب نصعبها شوية. وناخد ركمين جنب بعض. وناخد ركمين جنب بعض. سهلة جدا الركم دي مستر هم عارفينها وتمام. طب ناخد ركمين جنب بعض. ركمين جنب بعض زي مسلا ثيرتي فايف. وفورتي وان. وفيفتي ثري. وناينتي ايت. وان تو ثري فور. وان وفورتين. طمام. هنا بقول لي ارينج او اردر ان اسيندج. رتب ترتيب تصاعودي. طيب. انا دلوقتي ابني هيتلخبط الركمين دول هيتلخبطوا ايه. نفس الحكاية بالضبط. نفس الحكاية بالضبط. هتعمل ايه? هتخلي مقارنتك كلها مع اول ركم. بس منين? من عندي التنز. هتمسك قلمك كده. وتعمل كده. هتروح لمين? للتنز. وتعملش خط. وتعمل خط. وتعمل خط. وتعمل خط. وتعمل خط. وتعمل خط. كده انا حولتي مسألتي من ركمين هيتلخبطوني لنفس المسألة سحلنا. هكارن رقم برقم برقم برقم. انا كده سهلتها على نفسي. انا كده سهلتها على ايه? على نفسي. طيب. انا عايز اعمل ترتيب من الصغير الكبير. فين بقى? هقول له. ماقولوش بقى رقم كبير كله. فين الرقم الكبير في ده? في الاصغر في ده? هو هيقول له عليك. يبقى هشطبع على الرقم ده كده? وابدأ بمين? بالفورتين. برافو جدا جدا جدا. هرجع تاني. هعمل بتوين? فين الصغير في دول? اكيد مين? هنزل بيه هشطب بيها? وانزل ايه? بفيف تيرتي فايف. فاضل عندي مين? فور فايف نين. يبقى مين الاصغر في دول? يبقى الايه? الفور. يبقى فورتي وان. فاضل عندي الفايف والايه? والنين. اكيد الفايف اصغر. هنزل بفيفتي ثري وبعدين مينتي ايت. تمام? حتى لو عندي ارقام اكبر. لو في هندرد دايما باستخدها مع اطفال كبار. بتروح لمين? بتروح للرقم الهندرد. بتروح لاكبر خانة عندك في الرقم. بتروح لاكبر خانة عندك في الرقم. وتعمل مقارنة بينهم. وتمشيها وتحولها من مسألة كبيرة. اللي رقم برقم. طب هو قال لي رتب دوق. لا خلينا مسألة تاني. عشان انا عايزة احط لكم حاجة. اكيد حد بيسأل دلوقتي بقول افرد في رقمين في العشرات زي بعض. انا بقى هعمل له ايه? وهكزا. يعني جاب لي مسألة زي كده. فورتي فايف. وجاب لي ثيرتي سيفن. وجاب لي سيفنتي فايف. وجاب لي فورتي وون. وجاب لي ايتي سيفن. وقال لي رتب ترتيبا تنازليا. وانا حطط لكم رقمين في العشرات زي بعض عشان اكيد حد قاعد بيقول لي طب انت عملت مقارنة بين ده كله والعشرات مختلفة. افرد العشرات زي بعض. هقول لك نعملها ازاي? تمام? هو بقول لي ايه? جردت بترتيبا تنازليا. يعني كبير للصغير. انا هقول له نفس الحكاية. ما ليش علاقة الا بمين بالتنز. اكبر قيمة عندي. ها? هنا ثري وهنا ثري. هنا فور وهنا ثري. وهنا سيفن وهنا فور وهنا ايه? ايت. هعمل مقارنة? بين الارقام دي. واقول لي واحد الرقم الكبير. الفور او ثري او سيفن او ايت. يبقى المقارنة عندي بين الفور والثري والسيفن والايت. فين اكبر واحد? هو هيقول لي الايه? الايت. اشطب عليها? وانزل باتي سيفن. فاضل عندي فور ثري سيفن. فور. اكيد السيفن هي اللي اكبر? يبقى سيفن تي فايف. نيجي بقى ايه المشكلة? عندي هنا فور وعندي هنا فور. خلاص. انت كده مش عادر تحدد. انت كده مش قادر تحدد. عندي فور وعندي فور. يبقى لازم الجاء للخيانة اللي بعدها. لازم الجاء للخيانة اللي بعدها. خانة ايه? خانة الاحد. يبقى اقول هنا كام؟ هنا ون. وهنا كام? فايف. الله ينور عليك. يبقى طالما التنز. متشابه مع التنز. هروح للمين? للونز. الونز هنا كام? والونز هنا كام? من الكبير? لا هيقول للفايف. يبقى ده الكبير بقى. يبقى اكيد بديهي ده اللي بعديه وبعدين في الاخر. انا جاي بالمسال ده عشان اقول لك لو فيه ركامين العشرات بتاعتهم زي بعض. لو التنز زي التنز خلاص انا مش قادر احدد. انا مش قادر احدد التنز قد التنز. هعمل ايه? هجري على هي تحدد لي. تمام? ولو رقم اكبر التنز والتنز مش مش موفية بجري على وهكزا. دايما بيبدأ بخانة كبير. الاتنين قد بعض بروح للخانة اللي ايه? اللي بعدها. ده المين ده التصاعدي والتنازلي اللي احنا اخدناه. ده كل اللي احنا اخدناه. فهنكتفي بهذا القدر عشان نشتغل حساب. تمام? دي مراجعة عامة على اللي احنا اخدناه. انا بحب الماس جدا جدا جدا. بس انا مش عايز ضيع وقتكم. انا قلت انتو اكيد في النص لازم تعملوا حصة ماس في النص. وحصة حساب في النص. بالاتنين والخميس لازم حصة. هحل فيها تمارين بس. هحل فيها تمارين بس. عايزين الحصة اللي بعد كده نشتغل النمط. زي ممط زياد ما عايزاه? ازاي هو يحل مسألة بنفس النمط? ما فيش مشكلة سواء نمط اشكال او نمط الوان او نمط رموز. النمط ليه اكتر من شكل. الاشكال ونمط رموز ونمط كمان ارقام. حدا عنده سؤال قبل ما قلب على الحساب. عارفوني بس الاول وصلنا في الارقام فين? الارقام الارقام الارقام. عشان ناخد حبة كده وتشغل منهم معاهم مع كل حصة. وصلنا في الارقام فين? وخارج ازاكم مامة عمر. وصلنا في الارقام فين يا جماعة? الارقام عشان اخدوا شهاد ارقام بالمرة عشان ايه? نشوها معاهم بالمرة. مع ان الارقام مش مكياسة عندي. يعني حد يقولي ابن مخلص من والله هندرد. تب خد ايه تاني لأ? لسه مش بلقنا الجامعة. يا فرحتي. ما ليش علاقة انا بالارقام دي خالص. هم حاجة عندي لعامات حسابية. وصلنا الارقام يا جماعة اللي حد يفكر حد يكاتب كده. يفتح كرست ويقول لنا وصلنا عندي رقم كام? مش هنسى عددك ودعينا. اللهم امين. موامة عمر ربنا يا كريمك دعي لنا. ربنا يا كريمك شكرا جزيلا جزيلا جزاك الله خيرا ربنا اتقبل صيامك بازن الله. تبدو الارقام صحيح ابن تمشوا. تتمشوا ليه? الارقام الارقام. الارقام يا جماعة ابن تمشوا. اعديكم خمس ارقام واللي حاجة تتشغلوا معاهم بيهم. الارقام وصلنا في الارقام? وصلنا في نفسي. تمانية ايه? بتكلم عالماس وصلنا في الارقام فين يا جماعة? نشوف لكم شيتوا ولا ايه? تمس ادقى? خليه بعد رمضان يا حسنة هتبقى حاجة جديدة. يا جماعة حاضر بعد رمضان بس ارقام الماس وصلنا عندي فين? في ارقام الماس قبل ما تمشوا اديكم رقامين. يا قوم. منها الابيض. اخدنا الارقام تمام. افتر يا جماعة بصوا كده. دي صح? افتر ناين تن. زيرو هعمل تبقى وبعدين بعدين انزل بيهم عمود. بعدين بعدين طبعا انت عرفت ليه بنقول عادي وليه بنقول عادي عشان دي في في الوانز. دي في التنز ايقوال فورتين ودي في الوانز ايقوال فورتي. فورتي فور. وبعدين بعدين فورتي سيكس. بعدين فورتي سيفن. بعدين فورتي ايت. بعدين فورتي ناين. بعدين افتر ناين تن. ادي الزيرو والوان هنعمل له كاري اوب. بلا فور بلاس وان اكوال ففتي. وبإحنا كده وصلنا لايه? لففتي. تمام? احنا بقى نشتغل ايه? نشتغل في النص حصة ماس. ادي له شوية جمع شوية تصعضي شوية تنزل و ادي له رقمين في الحصة من دول. ادي له فورتي مع فورتي وان. تمام? يكتبهم واملي له ارقام اكتب لي وان اكتب لي التوويني وان اكتب لي تيرتي فايف بدون ترتيب يعني ما اتمللوش الارقام تقول لي اكتب لي لأ قول لي اكتب لي تويني ثري اكتب لي تيرتي فور وهكذا. لازم حصة ماس في النص تمام? تاني جماعة بعدين ينزل بها عمود عمود تمام? يبقى معنا شوية ارقام ها نشتغل بيهم ان شاء الله الحسك ممكن كمان حستين نرجع على وناخد مسلا طرح تلات ارقام جامع تلات ارقام حاجة برضو في نفس اللي هم اخدوه لكن هنزود المدى شوية تمام? تمام? ولا تزعلوا خالص ولا اي حاجة طلباتكم اوامر انا والله انفكرين انها طافش من الناس بس اكسم بالله لا انا كل اللي عندي ان انا نفكركم انتو بتشتغلوا ماس مع اولادكم تمارين هنا تمارين من هنا تمارين مع الفيس المستر من حصتين نزللينها تمارين في كتاب معين هناخدها نحلها يبقى انا كده ادي حصة يعني اليوم اللي تحلي معايحها تدريبات ماس دي حصة تمام؟ لان انا هطلع اديه تدريبات لان هنشايف المحتوي اللي عندي الوقتي كويس جدا شوف انا اقول لك ايه حدلوا نمط حدلوا كاري اوب لان ما عنديش تمام؟ ما عنديش اللي بعد كده يكون منهج تمام؟ عشان كده انا واعتمد ان انت هتجيب تدريبات من هنا تدريبات من هنا انا هعمير تدريبات من عندي وايه؟ ويحلي pow limit غير ان انا كنا اديلو كاري اوب اديلو النمط ماشي اه وهكزا انا مش باخلان عليكم بحاجة والله ولا عمري بأسر مع اي حد لكن انتم بدوني غلط نيجي بقى مين للحساب الناس الصيما تروح تفتر تجاهز فطارها وتدعو لنا على الفطار ادعو لنا يا جماعة ادعو لنا يا جماعة الله يكرمكم احنا في امس الدعاء والله العظيم الواحد في امس الدعاء فالناس اللي صيما ربنا يتقبل منكم جميعا يا مصر احنا هنشتغل في رمضان ولا ايه لان التوخيد ده بيكون لا 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 مفيش دكتورة في رمضان ان شاء الله لا مفيش بازن الله رايح رمضان الاطفال اللي معادي شغلة معايا من شهر ستة اللي فات هنحل في كتابي يا مصر على حد ولا ايوك 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 ايوه حلو بقى ده ده اسمها حصة اليوم اللي تحل فيه اليوم اللي تحل فيه معاك ده اسم حصة ماس ما تقوليش ما خدناش بس من زماية لو جبت الكراسة بتاعته وديده شوية تعمارين اجمع ده اسمه حصة هو هو الماس كده هو الحساب والماس كده غير العربي مش يخدش حاجة جديدة دولي طارقهم طويل جدا الماس والحساب والفونيكس الفونيكس والعربي رمضان اجازة يا جماعة الناس ديت اللي معايا في اول جروب معايا من شهر ستة اللي فات من نص ستة تقريبا يعني دخلين على سنة تمام فان شاء الله رمضان اجازة بازن الله تعالى صلوا وصوموا وقوموا منهم براحتكم وفيش مذاكرة ولا مناهدة ونكمل بعد العيد بازن الله تعالى زياد بروح لما درسة فبشتر حساب حاليا الحساب بيحر حساب والماس يحضر ماس طيب احنا هنبدأ اول حاجة مثلا الجمع هنجيب الجمع زي ما عملنا هناك تسعة زياد خمسة اكبر ولا سبعة زياد تلاتة انا في التمرين ده هحل جمع وفي نفس الوقت هحط اكبر من واصغر من طيب ما ينفعش هحط العلام على طول هتعمل ايه هقول تسعة في دماغنا والخمسة على قدينا بعد التسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر يبقى اربعة تاشر تمام سبعة زياد تلاتة السبعة في دماغنا والتلاتة على قدينا بعد السبعة تمانية تسعة عشرة يبقى هكتب هنا عشرة خلاص انا كده عملتي مسألة تانية اقول له الاربعتاشر اكبر ولا العشرة اكبر لا طبعا اماما الاربعتاشر اكبر هقراها ازاي الاربعتاشر اكبر من العشرة لان ليه قلت اكبر من عشان دايما البقس اي ما كده بيبص الكبير فاكيد هقول ده اكبر مش اصغر اربعتاشر اكبر من نين من العشرة طب قلت تلاتة زائد اتنين اكبر ولا اربعة زائد واحد التلاتة في دماغنا والاتنين على قدينا بعد التلاتة اربعة خمسة هكتب فوق خمسة واعملها في دايرة مع السلامة اربعة زائد واحد الاربعة في دماغنا والواحد على قدينا هحط يبقى كام خمسة هكارن الخمسة اكبر والخمسة اكبر انا معايا خمسة وانت معاك خمسة مين الكبير فينا لا احنا زي بعض يبقى يساوي هقراها ازاي خمسة تساوي خمسة خمسة قدل خمسة طيب تلاتة زائد سبعة اكبر ولا سبعة زائد ستة اكبر طيب انا هنا جايب لي رقم الصغير الاكبر منيش علاقة انا دايما بحط الكبير في دماغي وانت عارف فين الكبير السبعة في دماغنا والثلاتة على قدينا بعد السبعة تمانية تسعة عشرة يبقى هكتب فوق وح شرة طيب سبعة زائد ستة السبعة في دماغنا والستة على قدينا بعد السبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلتاشر ي Behresent امام طيب المنهج الجديد يا جماعة عارف المنهججتي عايز منه ايه ان شاء الله يعني بيقول له متجمعش كده هتقول دي كم هو كان في دولا مخه او عقله ما يستوعبش. هيقول له دي كام? سبعة. محتاجة كام العشرة? محتاجة تلاتة. خدها من مين? من الستة. بقت دي كام? عشرة. قد بقت كام? تلاتة. يبقى كام? تلاتتاشر. ده المنهج جديد. تمام? لكن مش هيستوعب دلوقتي. ان شاء الله ميجي اخد المنهج معنا بازن الله هنشرح في سنة تانية ان شاء الله. في سنة تانية بازن الله تعال. ده اول حاجة جمع رقم برقم. واصغر منه واكبر ايه? واكبر منه. طيب. خدنا بعد كده جمع رقمين. لا هنخليها تلات ارقام. تلاتة. خمسة. سبعة. زائد واحد. تلاتة. اتنين. مالش علاقة انا رقم رقمين تلاتة اربعة. خمسة. مالش علاقة. المستر قال لي كل واحد مع اللي تحته. والله لو جاب لي حتى عشرين رقم. كل واحد مع اللي تحته. همسك قلم الرصاص. كل واحد مع اللي تحته. كل واحد مع اللي تحته. كل واحد مع اللي تحته. تلاتة زائد واحد. التلاتة في دماغنا. والواحد على قدينا بعد التلاتة أربعة تحتهم بالزبط هكتب الرقم خمسة زائد تلاتة الخمسة فين في دماغنا والتلاتة فين على قدينا بعد الخمسة ستة سبعة تمانية في الجامع بنوقف وفي الطرح بننيم ونوقف تمام هنا كام تمانية سبعة زائد اتنين السبعة في دماغنا والاتنين على قدينا بعد السبعة تمانية كام تسعة يبقى كل واحد معل تحته ما جيش انا بقى وانا بحل هعمل الاربعة هنا والتمانية هنا حليك منظم كده مش مش تبقى ايه مش تبقى مدهول في الكراسة مش بتعقى في الكراسة انت جماعت خلاص يبقى انا عارف الله في مربعات عندك كل واحد مع اللي تحت اهو مع اللي تحته تمام يبقى شكلها حلول كراسة وشكلها جميل كده تمام يبقى ده الجمع سواء رقم او رقمين او تلاتة ما عندكش مشكلة انت بتمسك قلم كراساص وبتجمع كل واحد مع الايه مع اللي تحت어 خلصنا الجمع ده فاكرين خدنا ايه خدنا جمع رقمين لكن ايه افقي تمام يعني مثلا سبعة وخمسين زائد اتنين وثلاثين الاول كنا بنقول الاول مع الاول والتاني مع التاني لا هنقول الاحد مع الاحد اول رقم بنقول عليه احد واول رقم بنقول عليه احد هنوصلهم بايه بعض والتاني مع التاني او العشرات مع العشرات سبعة مع الاتنين والخمسة مع التلاتة سبعة زائد اتنين كام السبعة في دماغنا واللي اتنين على قدينا بعد السبعة تمانية تسعة هكتب هنا كام تسعة وبعدين همشي مع السهم اللي انا عملت انا اللي عاملها وانا همشي وراه خمسة مع مين مع التلاتة يبقى الخمسة في دماغنا والتلاتة على قدينا بعد الخمسة ستة سبعة تمانية يبقى تسعة وتمانين ده ركم بايه بركم خلصنا الجمع واتقلناه ومية مية دخلنا بعد كده على مين على الطرح والطرح غير ايه غير الجمع وعلمة الجمع غير الطرح. تسعة ناقص. يعني ايه طوال ناقص? يعني الرقم ده انا هاخده من الرقم ده. الرقم ده انا هشيله من رقم ده. فهو هينقص. انت معك تسعة جنيه. رحت السوبر ماركت اشتريت بخمسة جنيه. فاضل معك كام? اكيد الرقم هيقل. انت اشتريت. يعني دفعت. يعني خسرت. يعني المبلغ اللي معك قل. يبقى ده علمة النقص. هينزل. يبقى تسعة ناقص خمسة. اخد بالك وانا بطرح لازم. الرقم الكبير يكون فوق. لو الرقم الصغير فوق ما ينفعش اطرح. تمام? دي حاجة تانية خالص. هناخدها بعدين بإذن الله الطرح بالاستلاف. تسعة ناقص خمسة. بقى في الايدي. واعد من الصغير لما اوصل الكبير. واللي يطلع على ايدي مش ببقي. هكتبه في الكراسة. هقفل ايدي. بعد الخمسة. ستة سبعة تمانية تسعة. طلع على ايدي كام? برافو عليك. طلع على ايدي اربعة. مليش علاقة ببقي. تمام? خلصنا ركم بركم خدنا ركمين بركم ايه? ما عنديش مشكلة يا مستر. حط لي سبع ارقام حتى. اهو. حط لي سبع ارقام. جنبي بعض. انا مليش علاقة. انا بعمل كل واحد معل تحته بحولها من مسألة كبيرة لمسألة صغيرة. سبعة ناقص تلاتة. هقفل ايدي بعد التلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. تمان? لا انت كده واحد سرحيا. ليه? بتبصش للمسألة خالص. تمام? حد بتكلم برا وانت قعد في القوضة ورامي ودنك معاه. مش عارف بتقول ايه? لا انا عيني على الركم وانا بعيد. بعد التلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. طلع على ايدي كام? اربعة. تمام برافو عليك تحتها بالضبط. تمانية ناقص اربعة. هاعد من الاربعة لما اوصل التمانية. ها? بعد الاربعة. خمسة ستة سبعة تمانية. على ايدي كام? اربعة. يبقى هكتب هنا اربعة. خمسة ناقص اتنين. هاعد من الاتنين لما اوصل مين? لما اوصل الخمسة. بعد الاتنين تلاتة اربعة خمسة. طلع على ايدي كام? تلاتة. يبقى ده ارترح ركم بركم. وركمين بركمين. وتلاتة بتلاتة. سهل جدا عندي ما ليش اي ما عنديش اي مشكلة. بجيب كل واحد معل تحته. اللهم حتى لو حطري عشرين رقم جميع بعض انا ادها ايه? ان شاء الله. خلصنا الجامعة الواقف. خدنا الجامعة الايه? الافقي. الافقي نفس الحقيقة. طلح الافقي عفوا ستة وخمسين ناقص ثلاثة وعشرين. تمام? زي الجامعة بالضبط. الاحاد مع الاحاد. والعشرات مع العشرات. لكن اخد بالي من علامة. دي اعلامة الطرح. يعني الرقم هينقص. يعني هقفل ايدي. وعدم التلاتة لما وصل الستة. بعد التلاتة اربعة خمسة ستة. طلع على ايدي كام? طلع على ايدي تلاتة. بعدين خمسة ناقص اتنين. هعدم الاتنين لما وصل الخمسة. بعد الاتنين. تلاتة اربعة خمسة. طلع على ايدي كام? طلع على ايدي تلاتة. يبقى كام? تلاتة وتلاتين. تب ليه يا مصر قلنا دي تلاتة وليه قلنا دي تلاتين عشان المصر قالنا لاحد بينزل زي ما هو والعشرات بحطه قدامه صفر فقل تلاتة وتلاتين دي القيمة الايه القيمة العددية تلاتة وتلاتين ليه انا قلت هنا تلاتة وليه قلت هنا تلاتين عشان التلاتة في الاحد بتلاتة والتلاتة في العشرات بتلاتين تمام خلصنا الجمع والطرح هناخد اكبر بواحد واقل بواحد. تمام. يعني عندي ركم سبعة. انا عايز ازود عليه واحد. وعايز اناقص من واحد. عايز الرقم التالي وعايز الرقم السابق. تمام? هي هي نفس المسمى. هي طريقة الحل واحدة. ايه اللي بعد السبعة? برافو. تمانية. طب ايه اللي بعد الستة? ايه اللي بعد السبعة? اكيد الستة. مش محتاج تقول بقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. يبقى الاقب بعد السبعة السبعة ستة لأ مشاهدك تعمل الحركة دي تمام? طيب ايه اللي قبل التسعة? اللي قبل ايه اللي بعد التسعة? اللي بعد التسعة عشرة. واللي قبل التسعة تمانية. طب انا عندي رقم كبير زي تلاتة وخمسين او خلينيه الرقم احنا اخدناها تلاتة واربعين. وبقول لي ايه الرقم التالي? وايه الرقم السابق? طيب انت هتركز هو بقول ليه? زائد واحد ونقص واحد. واحد يعني هروح للاحد ما ليش علاقة بالعشرات. تاني واحد هروح للاحد ما ليش علاقة بالعشرات. هزود على التلاتة واحد تبقى كام? اربعة. والعشرات تنزل زي ما هي. هنقص من التلاتة واحد تبقى كام? اتنين. والعشرات تنزل زي ما هي. يبقى نتعامل كله مع مين? مع الاحاد. واحدة تانية سبعة وتلاتين. عايز اكبر بواحد وعايز اقل بواحد. قال ايه? واحد. عشان قدام شوية ان شاء الله في ازود بعشرة وانقص بعشرة. هتروح لمين? للعشرات مش للاحد. هتروح للعشرات مش للاحد. عشان كده انا بقول لك اجري على الاحد. ازود بواحد يعني احد. تعاملوا كل مع السبعة. بعد السبعة تمانية والتلاتة تنزل زي ما هي. قبل الست سبعة ستة والتلاتة تنزل زي ايه? ما هي? حولتها من مسألة كبيرة لرقم واحد بس سهل جدا جدا جدا. تمام? التبنيل ده مهم جدا هو كمان. طيب. اللي بعد كده. اه التصاعدي والتنزلي. رتب ترتيبا تصاعديا وجايب لي تسعة وجايب لي عشرة وجايب لي اتنين وواحد وسبعة وخمسة. بقول لي رتب ترتيبا تصاعديا. تصاعديا يعني بتصاعد يعني باطلع السلم يعني باطلع لفوق يعني هبدأ من الصغير الكبير. ما ينفعش اطلع السلم اقول سلمة الاولى سلمة العشرة. لأ انا بحط رجلي كده على التانية وبعدين التالتة وبعدين الرابعة بمشي ترتيب. تمام? هنا بقول لي تصاعديا يعني من الصغير الكبير يبقى هدور على اصغر رقم في الاركام. طب اصغر رقم هنا التسعة ولا العشرة ولا الاتنين ولا الواحد ولا السبعة ولا الخمسة طبعا انت واحد كمير وفهمت. هقولي الواحد هبدأ بيه هو الايه الاول. فاضل عندي تسعة وفاضل عشرة اتنين سبعة خمسة. من الاصغر في دول اكيد الاتنين هتنزل بالاتنين. فاضل عندي فاضل عندي عشرة اتسعة عشرة سبعة خمسة. الخمسة طبعا هي الاصغر هنزل بيها. بعدين سبعة عشرة تسعة اي واحد فيهم التلاتة الصغير اكيد مين السبعة اشطب عليه عشان ما اخدهاش تاني او عشان عيني مجهدش عيني تبص على اكتب الرقم. تمام? عيني لان بتروح لاركام اللي انا مش معلم عليها. بقى عندي تسعة وعشرة. مين الصغير فيهم اكيد مين التسعة? واخر رقم معانا مين العشرة. كده ترتيب ايه? ترتيب تصاعديا. يعني من الصغير للكبير. طيب لو قال لي رتب لي الاركام دي ترتيب تنازليا. ترتيب تنازليا. يعني ايه تنازله? بنزل من عالسلم. هنزل من عالسلم من فين? اكيد من الدرجة اللي فوق اللي تحت. من الكبير للصغير. تمام? جبت بابا وجبت ماما وجبت اخي الصغير وجبت انا. وقلت انا هرتبكم النهاردة ترتيب تصاعدي. جبت مين? جبت اخي الصغير او البيبي او اختي وبعدين انا وبعدين ماما وبعدين بابا. كده انا رتبتهم من ايه? من الصغير الكبير. طب انا عايز رتبهم تنازلي. تنازلي هنزل. مين اكبر واحد? بابا. وبعدين مين? ماما. وبعدين مين? انا. وبعدين مين? اخويا الصغير ده اسمه ترتيب ايه تنازلي طب تنازلي يعني من الكبير للصغير يبقى هنا هدور على اكبر رقم فيهم مين اكبر واحد هنا اكيد مين العشرة هنزل بيها طيب التسعة ولا الاتنين ولا الواحد ولا السبعة والخمسة لا التسعة هي اللي اكبر هشطب عليها وانزل بيها باقي عندي الاتنين وباقي عندي السبعة والواحد والخمسة فين اكبر واحد في دول ها اتنين واحد سبعة يبقى المين السبعة هي اللي اكبر فاضل عندي اتنين واحد خمسة يبقى الخمسة هي اللي اكبر فاضل عندي اتنين واحد يبقى الاتنين وبعدين الواحد دايما الرقم اللي اخده اعلم عليه عشان مجهدش عيني ومجهدش زهني ان انا افضل ابص على الرقم كلها وتشتت لأ لازم اللي اخده اشتب عليه عشان ده استبعده ده كده ترتيب تصاعد وتنازولي في رقم لرقم تعايقوا ناخد تصاعد وتنازولي في رقمين طيب انا عندي هنا بقول لي سبعة وخمسين وي تلاتة وعشرين واربعة وسبعين اتنين وي اربعين وي اتناشر بقول لي رتب الاركام دي ترتيبا تصاعديا تصاعديا من الصغير للكبير بمسك المي دول رقمين انا كطف مش هينفع قول سبعة وخمسين اكبر ولا تلاتة وعشرين على بعضها كده لأ لازم انا احولها من رقم كبير لرقم صغير ايه هو رقم صغير هتقارن العشرات ببعضها ما تروحش للاحد هتروح الكبير هنا كام هنا خمسة وهنا اتنين وهنا سبعة او هنا اربعة وهنا واحد او تقول هنا خمسين وهنا ربعين وهنا سبعين وهنا ربعين وهنا عشرة انت اخذت للاحد والعشرات هو عايز ايه تصاعدي يعني الصغير الكبير فين اصغر واحد الخمسة صغير ولا الاتنين ولا السبعة ولا الاربعة ولا الواحد لا يا مستر اصغر واحد الواحد هشطب عليه وابدأ بالاتناشر كلها الاول برافو عليه نرجع تاني الخمسة اكبر الخمسة اصغر ولا الاتنين اصغر ولا السبعة اصغر والاربعة لا الاتنين اصغر هشطب على الاتنين واخدوا ال 23 خمسة ولا الاربعة ولا الاربعة خمسة ولا السبعة ولا الاربعة مين اصغر اكيد مين الاربعة يبقى 42 فضل عندي سبعة وخمسة مين الصغير فيهم السبعة وخمسين واخر رقم عندي الاربعة وسبعين كده رتبت ايه رتبت رتيب تصاعديا المصغير الكبير تعشف كده 12 23 42 57 74 فعلا انا رتبت ايه رتبت صح تمام يبقى بروح لمين بروح لرقم العشرات اقارن العشرات ببعضها طب افرض العشرات قد بعض انا اروح فين هحلها ازاي تعالوا نشوف العشرات زي بعض بسم الله 59 اكبر 59 و 32 و 57 و خمسين و 73 و 61 وبقول لي هنا رتب ترتيبا تنازليا رتب ترتيبا تنازليا لوكبرلا 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 شكرا شكرا في منها عالبور اخدوها عالبور احطوا مكانهم تاني. مشي هانيهم عشان يفتجهم. في الشكل عالبور كملي. نكمل يا جماعة. وبقولي هنا اردت بترتيبا تنازليا تنازليا يعني من الكبير للصغير. من الكبير للصغير. انا هبدأ ازاي? زي ما من مصر عودنا? ما تروحش الا العشرات. طيب هنا كام? هنا خمسة وهنا تلاتة وهنا خمسة وهنا سبعة وهنا ستة. انا عايز اكبر رقم في دول. مين اكبر رقم? اكيد اكبر رقم هو مين? السبعة. يبقى هقول هياخد الرقم ده كله تلاتة وسبعين. فاضل عندي خمسة وتلاتة وخمسة وستة. مين اللي اكبر? اكيد الستة. يبقى هاشطبع الواحد وستين وانزل بالواحد وستين. فاضل عندي خمسة تلاتة خمسة. تمام? التلاتة بر بر المقارنة. التلاتة بر المقارنة. ليه? لان هي اصغر كده كده. انا هكارن دلوقتي الخمسة والخمسة. انا مش عارف احدد. اخد الرقم ده? ولا اخد الرقم ده? الميستر قال لنا اشوفه العشرات بتاعتها. لكن هنا العشرات قدل العشرات. يبقى اروح لمين? هروح للاحد. اشوف مين اللي احده اكبر يبقى هو الاكبر. ده احده تسعة. وده احده كام? سبعة. التسعة اكبر ولا السبعة اكبر? لا التسعة اكبر. يبقى التسعة وخمسين اخدها الا هياخد التسعة الخمسين. ده دعواتك خلاص هياخر حاجة اخر اخر حاجة ان شاء الله. دعواتك بس ما متقسين. دعواتك الله يا كريمك. طبعا صايمة دعا الله يا كريمك. اخر رقم عندي مين? عندي هنا تلاتة وهنا عندي مين? خمسة. التلاتة اصغر اكبر ولا الخمسة اكبر? لا الخمسة طبعا اكبر. سبعة وخمسين. بعدين الاتنين وتلاتين. كده انا لتب تصعودي. الحمد لله السنة فاتكم وصعبينهم كلهم بس السنة ده عشان اونلاين بيجهد الواحد جدا جدا. صعب صيام فيه. طيب كده احنا اخدنا الاكبر من واغر من جمع رقم برقم. جمع رقمين برقمين. طرح رقم برقم. طرح رقمين برقمين. رأس وقفقي. اخدنا الرقم التالي ورقم السابق. اخدنا التصعودي واخدنا التنازلي. تمام? سواء رقم او رقمين. تمام? احنا اخدنا بتهيال انت زيهم بالزبط في الارقام. صح كده? واخدنا ازاي نقرن بالرقمين? او اكتر من الرقم. طيب. احنا اخدنا قبل كده تسعة وتلاتين. صح? بعد تسعة كام? بعد تسعة عشرة. صح? عشرة يبقى صفر ومعنا الواحد. واحد وتلاتة كام? اربعة. ليه انا باعمل الحركة دي? عشان اغلب الاطفال بتقول تسعة واحد. سبعة وتلاتين. تمانية وتلاتين. تسعة وتلاتين. عشرة او ربعين. هه? تلاتة واربعين. هه? اربعة واربعين. هه? خمسة واربعين. خد بالك وانت بتتملى. اللي تنطاق. اللي مما تنطاقه الاول اكتبوا الاول ها سبعة خمسة ستة واربعين ها قلت الاول قلت سبعة وبعدين اربعين ها تمانية واربعين تسعة واربعين بعد تسعة كام عشرة يعني صفر ومعنا الواحد اربعة وواحد خمسة يبقى خمسين وخد بالك ليه هنا قلنا اربعة واربعين عشان قلنا دي اربعة ليه مش قلنا اربعة واربعة او اربعين واربعين عشان الاربعة في الاحد واربعة والاربعة في العشرة بكام باربعين مستر المربعات السحرية علينا لا بالاش دلوقتي المربعات السحرية لانها هناك في الترمية التانية بسعة تلق س Alison تانية لكن لو انتو مسرين عايزين ندخل حاجات تانية خلاص نتكمل نكمل مربعات السحرية نكمل النمط نكمل الجامع بالازافة نجامع الطرح بالاستلاف عادي جدا بس مش عايز احملهم في بطايتهم مش عايزوا يبقى عندنا ماس تقيل مش عليهم اصلا لكن العرب اللي بياخدوه ده اسسيات تأسيس وكمان الفونيكس اسسيات تأسيس لكن هجيب له مربعات سحرية اجيب له النمط اجيب له الكاري اوب والاستلاف ده بقى فوق طاقته او ده يعني لو ساوي دلوقتي مش هدر بيه خالص خليه ركز في احنا قلنا مشوار العرب والفونيكس اطولة الماس هو تقريبا كده اخد خمسة تسعين في المية من تأسيسه تمام تمام طيب ليه هنا قلنا اربعة واربعين ليه ما قلناش اربعة واربعة وانا بقره ما قلتش اربعين واربعين ليه عشان المسر قال لنا الاربعة في الاحاد باربعة والاربعة في العشرات باربعين يبقى اربعة واربعين التمانية في الاحاد بتمانية والتمانية في الاربعة في العشرات باربعين تمانية واربعين الاحاد بينزل زي ما هو والعشرات بنحطه قدامه صفر الرقم الاول بنقول عليه احاد والرقم التاني بنقول عليه العشرات كده احنا اخدنا كل اللي احنا اخدناها على مدى الشهور دي كلها. تاني اخر حاجة اخدناها القيمة المكانية والقيمة عادية. التسعة في الاحد عشان هي اول رقم. والتلاتة في العشرات عشان هي تاني رقم. الاحد بينزل. الاحد بينزل زي ما هو. والعشرات بحط قدامه صفر تسعة وتلاتين. ليه قلنا تسعة? عشان هي في الاحد بتنزل زي ما هي. ليه قلنا تلاتين? عشان هي في العشرات بتنزل زي ما هي. اربعين الصفر بينزل زي ما هو. والاربعة في العشرات دي كام? باربعين. حد عنده اي سؤال? اشي دي هندي انا? حد عنده اي سؤال? حد عنده اي سؤال? ان شاء الله عملوا حسابكم الحصة الجاي هناخد تمام? هنمطقى حرف اي باسمه? هنمطقى في الكلمة اي? مش هنقوله بقى اا كبر خلاص? مش هندلعه? بقى راجل محترم? عنده اولاد? ما ينفعش ندلعه قدام اولاده? هنقوله باسمه اي? فاستعدوا ان شاء الله الحصة الجاي هناخد اول حالة من اللونج اي? اشوفكم الحصة الجاي ان شاء الله على خير كل سنوان طيبين وفي صحة وسعادة. بتناعاد عليكم الايام بخير. وربنا يبارك اه قدام مشيت. ايداكم في شعبان. البركة لنا في شعبان. وباللغة اشتركوا في القناة